أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وزي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميساككم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون آفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم آتم هؤلاء تقتلون آفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفلون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسيا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله يصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما آزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما آزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالمينات ثم اتخستم العجل من بعده وآتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الدور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فدمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يدمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليما بالظالمين ولدددنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر والفسنة وما هو بمذعزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله ودبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنسلنا إليك آيات بجنات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريقا منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عياد الله مصدق لما معهم نبذ فريقا من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ذونهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا روعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفلوا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ناسخ من آية أو ناسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملغ السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولج ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كففارا حسدا من عياد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم شكرا لكم موسيقى